يا مساء الخير يا مساء السلب يا مساء النهب يا مساء الجن من يوم ما جاء الحوثي من يوم وجدت الحركة الحوثية البنت الشرعية للإمامة الرسية في صعدة خلقت معها أسباب الإختلاس وسرقة الناس بشكل عجيب لم يحدث مثله في التاريخ حتى أنه حينما يذكر النهب يذكر الحوثي وحينما يذكر الحوثي يذكر النهب وكأنهم أخوة رضعوا من نهبة واحدة يخترعوا لك أسالب للسلب يفصلوا لك السنة تفصول لم تكتفي ميليشيات الحوثي الانقلابية بالإجهاز على احتياطي البنك المركزي والاستلاع على عائدات الدولة وتسخيرها لصالح حربها فالتجار والمواطنون باتوا أمام سيل من الذرائع التي تنهب بها الأموال وأمام مناسبات الحوثية التي لا نهاية لها المهم ادفع زرط فعلوا مصنع للسندات المستندات ايش؟ ايش سموها؟ سندات ايوة مصنع للألغام مصنع للسندات موجود كل ما شرف معها ثلاثة أربعة سعل مسدسات سعل سندات تمشي على طب سند سند حقت ضحكة سند حقت دفلة سند حقت يجي واحد لعند صاحب دفعت الضرائب قال أه كم؟ قال ثلاثة مليون قول لا ما ينفعش وهكذا سندات موجودة حق أبوصة على أبو داهش أبو ناهش أبو لاهش وإذا ما دفعتش فأنت إرهابي وداعشي وتكفيري وتمريطي وسلفيني وشم فيني ودم فيني نجي لك يعني مثال الدب الغاز بكم بيشتروها؟ بألفين ومائتين وكم بيبيعها المواطن؟ أنتو أنا منادى عليه بكم؟ يمكن بثلاثة ألف وخمسمين يمكن من عندها العاقل ولا ما في السوق السوداء أنا داري احنا بنسان العالم كله بيشتري من السوق السوداء كذلك النفط أي حاجة الآن قزادوا فعلوا ضرائب جديدة وفعلوا جمارك جديدة وفعلوا في إطار مساعي الحركة الحوثية لسيطرة على ما تبقى من التجارة واحتكارها في شبكة تجار حوثيين جدد وسعت ميليشيات الحوثي الإرهابية من حملاتها التي تهدف إلى نهب ما بقي من أموال اليمنيين في مناطقها ولم تسلم البنوك التجارية من النهب والاختطاف لموظفها حد الإخفاء القصرية يعني ميزانية يحصل لك من الغاز في السنة قرابة مليار دولار هذا في الغاز بس هذا مش محسوبة ولا حد داريبها شركة البترول تورد النفط من الخارج ويبيعها سوق سوداء والحوثي محمد عبد السلام يمتلك أكبر ثلاث شركات منها يجيبها من إيران وعائدات النفط والديزل مليار وستمائة مليون دولار في السنة محمد عبد السلام الحوثي يدير شبكة فساد وغسل الأموال بأكثر من نصف مليار دولار يدير سبعة وعشرين شركة بأسماء وهمية وذلك حسب ما كشفته مؤخرا مبادرة استعادة اليمن فرض ضرائب مضاعفة على المحلات المطاعم غير الرسمية كل ما طفرا مشرف راحوا نعث لكم محلات الناس ضرائب عائدات واجبات زكات مجهدات ثلاجات غسالات ثلاثات المهمة النصب هذا عندهم النصب عنده عادة من عهد أبو وجدادة الآن الآن البيع على الأراضي أش عملوا خمسة وعشرين في المياه لهم وغيروا الأمانة ليش غيروا الأمانة على أساس يشتروا أراضي يشتروا ولحد داري منذ يشترى والناس يقولوا والله نمخار ولنؤدي كتكم بهنا يا جماعة الخير ذا الحين ما عين هبوا ولا حد يدراء بشي ذا الحين غيرواهم كلهم لصعى لهم صعى ميليشيا الحوثي لتنفيذ مخطط الإحكام قبضتها على سوق العقارات وتسهيل مهم قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والمواطنين حق الأراضي أزيد من ميزانية النفط القادرة تمشي من المناطق المحررة إلى المناطق حق الحوثي وجمرك جديد ولا ظهر العطوان وصلت ميليشيا الحوثي نهب مئات القاطرات التي تقل وقودا من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي منطق العاصمة تشي ترقم عربيات الباعة حق البلاس وحق اللي عايشي عايشي معهم ضابطي هولا تتفنن هذا العصابة في استحداث وتقنين ممارسات نهب ومنهجة لأموال اليمنيين مرة باسم الدين مثل الزكاة وأموال الواقف والخموش ومرة باسم الدولة مرة باسم الحرب يمكن عادة يشتي الخمس من الذبيحة حقك دي بس إن عادة وما قد عادة وما عادة عطوان ولا لو شين قد داها سرقهم قوننا قانوا للسرق وفسروا القرآن حسب أهواءهم الخمس يشو وهو الركاز ويدو لكم من الثروات البلاد وثروات سرقه باسم الخمس ويدو لكم المعادن والعشر والتسع والفشع والمرع هي هذه العصابة الحوثية بوجهها الواضح والصريح والذي كشفت وثيقة الخمس المتداولة على نطاق واسع ما تبقى من قبحه الشنيع مواربا تحت أقنعة تنكرية وتقية شتى يسرق يعني ما يتخافه كل شي جاهز ما عادلة بس يكملوا القطوان والله لا يدو لكم مش خمس وسدس وعشر عايشو اسكتوا بس والزكاة هذا كم عايدي دي لك يدي لك عشرين باب للزكاة زكاة البقر زكاة الشتر زكاة البذي جدن ماه سهلة جدا لأنهم هم ذي بيفصلوا القرآن وهم قرانا القرآن جوا لإسكاد الجرعة ألف سنة قدام من الكهف على طول أبراج بيوت نفط جنان ها هو هاي حتى إن عبد الملك الحفوذي كبير السرق عمل فيديو يشتكي من أصحابه ليش بيسرقوا لأجيوبهم ويخزنوا المفروض يسرقوا له واسلمنا خباي بعض المشرفين دي ما بيتقوا الله ومدري آش معهم من حسابات بعضهم لمدري متى يا يا القصص في هذا قصص طويلة عريضة جدا جدا فعلا فعلا الحوثين صوروا ثنتين مدرعات من حق الحرس وقالوا فرضوا على المواطنين ألف ريال دعم للمجهود لتصنيع الحربي أشتروا طايرة مسيرة وسندات ودعم للطايرة المسيرة ذا الحين أشتروا صواريخ وعاي فعلوا ذا الحين سندات تصنيع الصواريخ وأشتروا قم بلا نووية التصنيع النووي يا رجال هؤلاء خلاص تفننوا في كل شيء تخيلوا أنهم يبسروا المغتربين ويريوحوا إلى بيوتهم يتقدقوا وينو زوجيش يقول إله يرسل خمسمائة ريال سعودي على أساس يعني حقه أيش مدري المهم رسلوا بس والشعب مسكين الله نحن أمام نهب منهج يتعرض لها الشعب اليمني يقابله امتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين الحكومين وهذا هو التجويع بهدف أيش إخضاع وتركيء عامة الناس وإثراء القيادات الحوثية ومعها كل هذا النهب هذا العصابة فشلت في تقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين الساكنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الأقل كما يفعل دولة اللي احتل على إسرائيل مثلا بتفعل للنسا كذا التزام بالقواني الدولي أقل شي وقديما قال أحد الأئمة بينهاب المواطنين قالوا حرم عليك قال إنما الله سيحاسبني على ذي خليته لك هذا الأئمة غير عمهم يجيب على الخير كيف المحتل يجيب سر المنافذ يجيب سر البترول يعني حاجة معينة أما هذا فوق المواطن سلبونا أنا ما كملت تجيلي بهذا أش تجي أشو خلاص نهبو نتحمض الله نكفي مارب لو جن قد نهبو عليك الكاميرا وما بتستر تصور ولا به كاربو ولا به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة